بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركية الشرعية. الارضة هنتلم عن العلامات او الرموز اللي احنا ممكن نشوفها في المنام فنعرف ان فيه تعطيل او فيه وقف اه للحياة. سواء تعطيل في الرزق او تعطيل في زواك او تعطيل في الحياة بشكل عام. اه اول رمز او اول رؤية اه ممكن نشوفها لما يشوف الرأي ان هو عايز يصلي. او ان هو بالفعل بدأ في الصلاة لكن مش قادر يكمل الصلاة. دي من الرموز اللي بتطلها على تعطيل. كمان ان يشوف الرأي اه وبالاخص المرأة ان جاساتها او كسمها كل شعر. وان هي مش قادرة ان هي تشيل او تزيل الشعر ده. الرؤية اللي بعد كده لما يشوف الرأي ان هو بيعوم او بيسبح. لكن اه مش قادر يوصل للجهة التانية او للشط او يوصل للجهة اللي هو عايزها. دي برضو اه من الرموز اللي بتدل على تعطيل. اه كمان رؤية المرأة ان سعرها متشابك. وان هي مش قادرة ان هي تتسرحه. دي برضو اه من الرموز اللي بتدل على التعطيل. كمان في رمز ممكن يدل على تعطيل وهو رؤية التالج. التالج في المنام ممكن يدل على اه تعطيل على تجمد شيء على اه وقف الحال كمان. اه كمان من الرموز اللي رأي ان هو مش قادر يطلع سلالم. يعني ان هو عايز يطلع درج او يطلع سلالم لكن مش قادر. ممكن يكون هو اه نفسه هو اللي مش قادر او يكون على سلالم معقبات او اه مثلا او اي شيء يمنع سعوده على السلم. كمان الرمز اللي بعد كده ان يشوف ان في حاجة ضاعت منه وهو بيحاول اه يدور عليها لكن مش لقيها. دي برضو اه من الرموز اللي بتدل على تعطيل. كمان نشوف نفسه في طلات او في الخلاق لكن مش قادر ان هو اه يقضي حاجته. دي برضو اه من الرموز. كمان ان يشوف نفسه انه عاجز على الحركة. انه مش قادر يتحرك. او يشوف ان في امرأة او رجل عجوز قوي مش قادر برضو يتحرك. اه دي برضو من الرموز اللي بتدل على تعطيل او حاجز كمان اه للرؤية. اه كمان من الرموز ان يشوف نفسه ان هو اه في امتحان اه ومش قادر يحل. او الامتحان بالنسباله صعب. دي برضو اه من الرموز. كمان ان يشوف انه ماشي في طريق الطريق ده كله ضلمة. وانه مفيش اه نور خالص في الطريق. اه كمان ان يشوف نفسه انه اه اه تايح. بمعنى انه هو ماشي في المنام لكن مش قادر يوصل للمكان اللي هو عايزه. او مش عارف يوصل للمكان اللي هو عايزه. اه كمان لما يشوف نفسه انه هو اه في مكان مقفول ومش عارف يخرج اه او مش قادر اه يخرج من المكان ده. اه كمان ان يشوف نفسه انه هو اه في اه مسابقة او في اه اه زي منافسة لكن هو مش قادر انه هو يتخطى المنافسة دي او انه هو سقط في المنافسة دي او مخص فيها. كمان ان يشوف نفسه انه هو اه يعني اه زي ما قلنا الشعر المتشابك وكمان التلك وكمان رؤية القبور انه يشوف نفسه نفسه ماشي في في الكبر. اه كمان انه يشوف نفسه في اماكن مهجورة او اماكن محشة. دي برضو اه من الرموز اللي بتدل على اه تعطيل. ترجمة نانسي قنقر